الى ابعد اخرى غير تلك التي يأخذ العراق منها نصيبه المعتاد من الفوضى والتناحر على ارضه بأيدي دول تريد تصفية حسابات خارجية يأخذ البلد البعد الاكثر دبلوماسية وفاعلية في المحيط الاقليمي بمبادرة بدأتها الحكومة العراقية تصريح يؤكده وزير خارجية البلاد بعد جولة التقارب التي دفعت بها بغداد تجاه تقريب العلاقات ووجهات النظر بين ايران والخليج اول هذه الخطوات الدبلوماسية التي ترسخ وجود بغداد في النسيج العربي والاقليمي والعالمي هو تخطي مرحلة الانقطاع كما يقول حسين في حديثه الخاص لبرنامج ابعاد اخرى على شاشة قناة التغيير الفضائية والدخول في مرحلة تعاون بمختلف المجالات وما بين السطور تظهر الحقائق المباشرة الى العلن يقدم حسين باقة من المعلومات على رأسها محور العلاقات العراقية الايرانية في الماضي اذ كانت ضمن محور السرية الامنية ولم تكن على مستوى وزراء الخارجية بحجم هذه المصارحة الدبلوماسية المدروسة يرسل حسين برقيات مكاشفة على طاولة العلاقات ليست مع ايران فقط وانما مع الجميع وهو المفتاح الذي وضعه الكاظمي منذ بداية مشواره في باب الانفتاح على العالم بدءا من الدول التي فيما بينها توترات مثل الخليج وايران ليلعب دور التهدئة الى ابعد من ذلك مع واشنطن في خلاصة تنهي اي جديد من انعكاسات الخلافات على الارض العراقية وما لها من تأثير سلبي في سير عملية البناء والاصلاح ومحاربة الفساد وانتاج جسد سياسي قوي ينقذ بغداد من تراكمات سنين الجفاء الماضية